معلش يا سيام أنا كان لازم أقول كده لأن مبارح كنت بتفرج على المرح لا إحنا اللي اتنين يعني من جواي كنت زعلان طبعا لكن تاني يوم بحس لأ يعني لأ ده النادي الأهلي لازم ندي الثقة اللي عبتنا إحنا اللي اتنين برنامج البيت الكبير طبعا زي ما حضراتكم عارفين أو اتعودتوا خلاص كن أجازة مبارح فبيت الكبير كان أجازة طبعا جمعة وسبتة وكلنا شفنا وتابعنا مباراة الأهلي والزمالك والحقيقة إحنا زعلانين ولينا حق والجمهور اللي انت معودوا أن انت تكون رقم واحد بالنسباله وأن انت رقم واحد في مصر وفي الوطن العربي وفي أفريقيا ليه حق أنه يزعل قوي مباراة حصلت عندنا أخطاء كلنا شفنا ده ويمكن الكل يتكلم انبارح في المباراة الميت مليون يتكلموا الأهلي ما كانش في مستوى خسرنا مباراة مهمة آه خسرنا بس ما خسرناش بطولة زي ما كلنا مجتمعين على ده لسه ما خسرناش فريق عندنا أخطاء فنية واضحة مش هنتكلم في تفاصيلها لأن زي ما قلت لحضراتكم كلنا شفناها كل يتكلم في التفاصيل كل يتكلم في التفاصيل فنية المهم ان احنا خلاص بنقفل الباب ده علينا دلوقتي بنشتغل نشتغل على تصحيح أخطاءنا خلاص مباراة القمة حصلت امبارح امبارح راح واحنا يعني يمكن بنفكر دلوقتي في اللي جاي وده اللي بيعملوا الجهاز الفني للأهلي دلوقتي حالا واحنا بنكلم حضراتكم وده حصل في مران النهاردة اللي خلاص يمكن من شوية الجهاز الفني كان مركز جدا من شوية على تصحيح الأخطاء اللي حصلت امبارح وكان بيطالب اللعيبة ان هي تركز في المباراة اللي جاي احنا بنواصل اكيد لانتصارات انتصارات مستمرة هنكسب الدوري ومش عايز الحقيقة كلمة او نغمة ان الدوري محسوم لا الاهلي عمره مفكر يمكن بالطريقة دي الاهلي طوله عمره بيلعب لاخر دقيقة لحد ما فارق النقاط بيكون اكبر من مجموع المباراة المتبقية اه الاهلي متصدر كالعادة وبفارق كبير جدا 17 نقطة بس لازم نركز كمان في اللي جاي ومباراة وادي ديجلة مهمة علشان نحسم اللقب بدري عندنا بطولة افريقيا لقب مهم جدا للاهلوية ولينا لازم نستعد علشان نحققه الناس زعلانا بعد ماتش مبارح انا زعلانا فعلا فعلا متضايق وده حقنا حق الجمهور انت مزعل الجمهور مش مش يعني مش هنتحامل على اللعيبة انت مزعل الجمهور عشان انتوا عاودتونا على الانتصارات معاوديننا على الانتصارات على طول عاودتونا انو الاهلي مش بيفكر غير في الفوز حتى لو الظروف صعبة حتى لو فيه غيابات حتى لو فيه إصابات حتى لو فيه كورونا الكرة مكسب وخسارة بس في الاهلي هدفنا ان احنا نكسب مش هقول حاجة كتر من كتر